لحظة اللي بتدرك فيها الامم والشركات ان عندها مشكلة بتبدأ تفكر بعقلية كيف تنجو من المشكلة وعقلية اكبر اسمها كيف تستثمر المشكلة لكي تصبح اقوى في المستقبل. وده نوعين من التفكير. عادة ليسود وعادة ليكافح عشان يبقى. خلينا اضرب لك مثلا. في احزاب كتيرة كانت في اوروبا. راح بعضها راح. انتهى. بدأت اوروبا النهاردة بقى في احزاب يمينية متشددة جدا. المسيحيين والوسط راحوا. ما بقاش فيه. واضطر مثلا حزب العمال اللي هو اليساري في بريطانيا انه يتحول الى حزب يعني يمين الوسط. ما بقاش فيه حاجة اسمها العمال واليسار وش اي او كن انا. راحت خلاص الفكرة. بس فيه واحد حزب تحول من في افكاره وطريقة تفكيره لكي يكون قويا فيعود مع توني بلير ليبقى في السلطة اتناشر سنة. وفيه احزاب تانية زي الليبراليين الاحرار. ده حاجة كده يعني ايه? عالهامش. يعني انت عندك محافظين وانه هذا السورة المصرية ايه مكوناتها الاساسية. لما تنسي كل مكون منها وتشوف حركته الان وتقيس عليه باللي بقولك عليه ده هو لسه صاحي ولو بيفلفس وفيه امل ولا سلم ومات واحد. طيب واذا كان صاحي وفي لحظة ياقزة. عمل ايه? عشان يتجاوز ويحصلوا اعادة احياء. مش يقعد يفرفر. عسعات في ناس بتقعد تفلفص. ويسموها عايشين. اديك مثال. يعني مثلا الحكومات اللي حكمت مصر زي المبارك والسادات والسيسي. دي كلها حكومات بتفلفص. مش بتعمل نمو ولا اعادة احياء لمصر. وحتى حكومات زي ابو ظبي والامارات والسعودية والبحر. هي حكومات بتقاوم الموت. لان اخطاقة كبيرة ومش قادرة تفهم الواقع الجديد. وكذلك ينتبق الحال على جماعة زياد اخوان. ليست استثناء. الميزة انها مازالت باقية. صح. اه بتفرفص بتعمل عاشة. لكن السؤال المحوري على كل الجماعات الاسلامية. لكن زيادة الاخوان يعني من المثل. انه التحدي الكبير هو. هل ادركت هذه الجماعات كل جماعات الصورة وطياراتها. اللحزة. وانها مازالت على قيد الحياة. وتفكر في ان تنطلق من لحزة الانتباه اللي هي موجودة فيها. الى لحزة اعادة الاحياء. ولا عملة تقول لك اهي ساعات واثنين وتمر. وربنا اعدلها. اللي انا شايفه. ان تيارات الصورة. ولا اسسني طبعا لنفسي ولا غير ولا اي قال. عايشة لحزة الانتباه. لكنها لم تدرك متطلباتها. لانك حاجة ما تكون منتبه. ومستيخص ده ان تفهم الواقع بقى في ايه. قال له انا كنت في البير. الله الله. طب ايه اللي بيحصل? طب مين بيبير ايه? طب علاقة ايه بمين? ما فيش. مش مش شايف ده. مش شايف مش شايف حاجة تقول والله انه ايه اشكلات الوقت الراهن? وازاي نتجاوزها عشان نروح لمرحلة اعادة الاحياء. كل اه كل مؤسسة كل دولة عاوزة تعيش. وتخطئ او يحصل لها تحدي كبير يعمل لها او اصابة كبيرة لازم لما تيجي تعيد عملية اعادة الاحياء تتفكر في اللي حصل لها. لانها لو عادت بنفس الطريقة القديمة لو اجدت الاحوال اسوأ ما هو انت استخدمت نفس المعطيات المدخلات ادتك نفس النتائج وهتديك نفس النتائج. يقول لك لأ في حاجة تانية قلت لك انا عليها من شوية وهي انه ايه? خليك بقى ايه ذكرى جزء من الذكرى. ما اخشى ان تصبح معظم طيارات. ومؤسسات. الثورة المصرية. اثر بعد عين. مش هتندفن. لكنها هتنكمش. فيه حاجة اسمها في الطب. ويسموها اه اتروفي. اتروفي ده يعني تبقى الحاجة كبيرة وبعدين ندقى نصل لها ايه? واشعر حاجة بتحصل فيها العضلات. وبعض الهدد في جسم الانسان. بتحصل لها ايه? طلور. هي موجودة صحيح. بس ضامرة. لو تدرك اللحزة هتسمع من اصحابها الحمد لله احنا بخير يا باشو. الحمد لله. ده احنا كنا هنمد ده احنا الحمد لله. حلو. ده الحلو. الوحش ان انت ما عندكش خطة لاعادة احياء السورة في مجملية. ولا خطة لاعادة بناء الدولة في مجملية. ولا خطة لاعادة تموضوعك كمؤسسة جماعة حزب ماركة علامة دولة امة وسط العالم. ترجمة نانسي قنقر